عايز اتكلم معك بقى عن المباراة تانية استكمالها للأزمات هو ملف الأزمات مباراة الناشئين ما بينكم ما بين الأهل مين خد الدور؟ هو المفروض نكون نحن يعني المفروض أصلا نكون نحن جي بعد الناطش قال لك لا ده بالمواجهات المباشرة المفروض الأول بالأهداف اه يا كده المفروض بالأهداف أصلا وإحنا عارفين من قبل ما ننزل اللي هي بالأهداف اتبلغتم من الاتحاد اللي هي بالأهداف اي احنا أصلا لكل الناس عارفة اللي هي بالأهداف حتى المدربين اللي كانت معنا كانوا بالأهداف بالأهداف خلاص حتى خدتوا البطولة حتى بعد الناطش احنا احتفلنا والأهل احتفل والأهل احتفل أنا كان نفسي مستغرب واحنا مستغربين أنا مستغرب خالص اللي مثلا إزينا بحتفل هم بيحتفلوا أصلا والمفروض احنا احنا خدنا البطولة خالص طب هم بيقولوا احنا المفروض اللي خدنا البطولة بس هنا عايز اعرف ازاي يعني انا كنا احمد معرفش ازاي انا اهنا اهم خده بطولة زى ده مش هعرف بسراحة حصت بقى ان ساعتها احنا 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 هنكمل احتفالات زى ما و super انا انا كان احمد عارف ان انا خدت بطولة خلاص من قبل المباراة من قبل ما تبدأ انت عارف ان انت اوخد البطول خلاص هما هم بقى احتفل وما احترفو او مش بتاعتي انا خلاص كم مباشخيلي ساحنا خد البطولة خلاص ما عليش دعو اللي حصل بعد كده مش مش قستي ايه اللي حصل في قدت اللبس بعد كده انا والله يعني عندخلت قدت اللبس متأخر عشان انا صحابي كلهم بطول اهلي وكده انا كنت واقف مع انا خلصت ماتش وخلصت احتفال وكده كان قدتنا جنب قدتنا يعني جي any بيننا وبينهم مش مسافة كبيرة او كنت واقف معي وكلهم برا يعني انا كنت واقف مع socket اهلي برا اصلي ادخلت بعد كده احتفلت احتفال العادي اللي أنا بشجع لجمهوري الزمالك أو كده أو بشجع النادي بتاعي. ده كل اللي حصل. دون تجاوز. لأ عمري أنا عمري متجاوز. يعني مسلا عمري باشتم آآ الاهلي أو جمهوري الاهلي. اولا لو كده باشتم مسلا الاهلي أنا باشتم في صحابي اللي جوا. وانا مستحيلة باشتم في صحابي. انا هو بنبقى في منتخب واحد. يعني انا وصاحبي ده بنكون في المتخب. مع بعض. راح اشتمه. ده مستحيل. الفيديو اللي اني كان فيه تجاوز ساعتها ما بين بعض اللاعابي الزمالك. وظهر بالتحديد امام عشور. وانت ظهرت في السيار بس انت ظاهر في الفيديو. وبعد كده صدر. انا بصراحة انا يعني انا مشوفتش امام بيشتم. ده اول حاجة. مشوفتش الفيديوهات. انا معايا الفيديوهات لنفسي. وانا مشجع لجمهوري الزمالك او او للنادي بتاعي. لكن انا مش هتمتش حد. يعني اكي احمد مش هتمش حد. ومعنى الاصح انا ما كنتش جوه. والعيبة بتشتم. ما سمعتش ان فيه حد بتجاوز. لا انا ما سمعتش اللي فيه حد بيشتم. كاحمد ما سمعتش انا كنت واقف ببرا لما دخلت. لما كنا بتشجع كنا بتشجع النادي. او او جمهوري الزمالك ما كناش بنشتم فحد. حتى كاحمد انا معافض انا كم معافض وهاد. اللي انا ما اشتمتش حد. طب ليه ما ثبتش ده في اللا بعد كده توقفت. او انا توقفت. كان مباراة ما مباراة. انا كنت معقوف تمانية. كانت شافة ان القرار ده راضع بالنسبة لك. او طب لا او ظلم بالنسبة لي لانا مش شتمتش. ومستحيل اشتم جمهور الزمالك او جمهور الاهلي او 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 اي فريق اخر. او اي اي حد عمتا عملي عشان ده كلهم بيبقوا عمتا صحابي. يبكونهم بيعايف منتخب واحد. مستحيل اكون شاتف. طب ليه ما قدمتش تظلم مرفق بالفيديوهات اللي معاك ان ان انت ما عملتش حاجة. او انا قدمت. احنا وانا كاحمد قدمت بعادت الفيديوهات وقدمتها. قال لك لأ ما انت كنت في الصور. طب وكيف في الصور وانا معاين في الدهات اللي انا باشتمشى. حتى الناس كلها اتكلمت من غير ما تعرف. الناس كلها اتكلمت قالت احمد عيد وامام عشور شتموا. احمد عيد وامام عشور اه خلى اللي عيبة تشتم اه الاهلي ورموز الاهلي. وانا مستحيل اشتم ده. او احنا مستحيل مسلا نقول اللي عيبة روحوا اشتموا اه الجمهور ده او ده عشان كسبنا. لا. مستحيل اعملها. انا مستحيل. مسؤولين في الزماجة ساعت اتكلموا معك وقالوا الاخوة. بعد الواقع دي. بعد الواقع دي احنا اتجازينا ودفعنا غرامة. دفعت غرامة. اتجازيت اه النادي خصم منك فلوس. اه دفعنا غرامة ودفعنا غرامة. بس اه ساعتها ما. مقولتش للنادي انا مظلوم بعيدا عن الناحية بقى من اتحاد الكورة. اه بعيدا. لأ النادي. لأ بعدت له. بعدت الفيديوهات للناس. وكل ده. والناس اصلا يعني مقتلع علينا. مش تحيل نشتم او حاجة. النادي فرض عليك غرامة كام ساعتها. والله مش فاكر كام عشان ده. الكلام ده كان بقاله سنتين مسلا. انا مش فاكر ساعتها كان كام. بس كحمد انا مش تمتش ولا. ولا حاجة. مش عمري مستحيلا لاشتم بمور الاهلي او لعيبة الاهلي. مستحيل.